قطاع ناشئين مصطفى شبير مصطفى مرحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي مباراة كبيرة النهاردة سلسلة من الأداء الجيد لعب الناشئين شفناها في مباراة الجونا شفناها في مباراة الإسماعيلي النهاردة مباراة كبيرة خاصة في شوت تاني أمام فريق المولين أعرى طبعا الحمد لله يعني على كل حل والحمد لله يعني النتيجة طبعا مش مش أحسن حاجة طبعا قبل ما بس أتكلم ما بس عكباتك في الستوديو كلهم واحد واحد موجود معنا في الستوديو كابتن مهر همام كابتن شريف عب منعم كابتن الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن السابعة رابر مع الكابتن أيمن شاوي طبعا ببس عليهم كلهم و بنشكرهم طبعا على التقطيع اللي هما دايما عملين هما دايما وقفين في دهارينا سواء كنا بنلعب في القطاع تحت أو بنعب مع الفريق الأول هما على طول بيتأخرش عندنا وكابتن وصامح وصني طبعا الحمد لله يعني نتيجة يعني طبعا مش أحسن حاجة بالنسبة لنا احنا بننزل كل ماتش الناس بتفتكر بس ان احنا لما بنتعادل بنبقى مبسوطين لا طبعا احنا بننزل كل ماتش هدفنا المكسب وآه بنجرب الحمد لله الشباب ومنجرب كل حاجة بس هدفنا البطولة في الأول وفي الآخر انت نادي أهلي ايه بطولة بتخلها بتنفس عليها الحمد لله صفح ايه أبرز التعليمات المستر بيتسو وسماني ألم بين الشوتين شفنا تباينه في الأداء الشوت التاني أداء أكثر من راعة وان سيجي من النادي في الشوت التاني كنت قرب للمباراة وضرب الجزاء مهضرة انتوا الأفضل في الشوت التاني والله للحمد لله احنا دخلنا اتكلمنا جوه لمنا بعض قبل ما نطلع واتكلمنا ورجل اتكلم معنا جوه مستر بيتسو والجهاز كله قال لي لي ما تخافوش العابو زي منتو احنا أصب يعني الشوت لهم مش وحشين احنا هم يعني طبع فريق مولين فريق كبير بس هم مجوش علينا غير بكرة ضربة الجزاء بس تقريبا فيعني احنا أهدنا لهم ضربة الجزاء يخشوا بيها الماتش وخرغنا في سنة احنا بره الماتش لمدة لبعد الجول على طول بس بعدها قدرنا نتدرك الكلام ده جوه والحمد لله كباته ان نوقفه في ظهرنا وقدرنا نتكلم وليم بعض كالعيبة لان احنا مش غراب على بعض كل ماتش فده اللي كان باين الشوت التاني مصطفى شوبير حارس في فريق الالفين في النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن طول القيادة الفنية الفريق السبعة وتسعين خد كرار جري بانعتمد على مصطفى شوبير انه يكون الحارس الاساسي النهاردة انت يعني حارس من حراس النادي عايز تقول لي لكابتن عادل وشفت يعني مش اقولي المخاطرة القوة الدفع اللي دالة كانت زين بصراحة كابتن عادل من قبل اي حاجة الراجل يكلمني يعني على طول قال لي انت هتبعرك موحد معايا انا عندي كل استقا فيك انا اتفرجت عليك كذا مرة ويسيبك من كلام الناس وقال لي الكلام ده فطبعا حابب بشكره الراجل صاحب فضل علي هو مدربين كتير مش عايز انسى حد كابتن احمد صراح كابتن عمرا انور مدربين كتير بصراحة فانا طبعا بشكره جدا الراجل انه ياخد قرار زي ده زي ما انت قلت قرار جريء هو ريسك انه ياخد حد موليد الفين يلعب به في موليد سبعة وتسعين بس الحمد لله الديناء ده جايد وتوجنا بالبطولة في الاخر الحمد لله مصطفى في تواصل ما بينك وبين الكابتن محمد الشناوي في امام افراقيا واللي بقى الرئيسي اللي قال هالك التواصل بينك وبينه ازاي ابرز الكلام اللي قالهو لك طبعا هو تابعك خلال مبارات الجونة ومبارات الاسماعيل هو بصراحة كابتن محمد الشناوي ما بيتأخرش بصراحة يعني احنا على تواصل على طول بعد كل ماتش سواء انا ببعت له او هو بيبعت لي وعلى طول الرجل يعني بيكلمني يعني بيبعت لي مثلا بويس نود كرة كلها طبعا عشان تدوني هناك مش احسن حاجة في المكالمة فيكلمني يقول لي خد بالك من كذا بكرة انتو هتلعبوا فلان عندهم فلان مميز بيديني التعليمات على طول بصراحة والرجل ما بيتأخرش وبعد كل ماتش انا بخرج من الماتش بلاقي يعني الناس بعتلي وهو دايما بيبعيث لي دايما بيباركلي وبيباركلي الرجالة كلها لو عايز تقول له رسالة دلوقتي هو عندهم ماتش مهم جدا امام كوتيفورد تحب تقولي لمحمد الشناوي طبعا مش اقول لك قبت محمد الشناوي بس اقول للمنتخب مصري كلنا في ظهرهم اي ان كان النتائج اي بدايات اي حاجة احنا ملناش دعوة احنا بمركزين في طريقنا والحمد لله احنا صعدنا فيه منتخبات تانية صعدت باربع نوقت وجابوا جول واحد والناس ما بتتكلمش عليهم فانا بس رأي ان احنا خلينا وراء منتخب وطبعا كل الدعم ليهم وكلنا كمصريين بنستنى ان شاء الله ان احنا نتوجب البطولة لان احنا من مرشحين فربنا يكرمهم ان شاء الله وربنا يكرمنا بمعنى صح ان شاء الله وبإذن داي توجب البطولة شكرا يا أوفا